موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي العزاء معكم الأستاذ المهندس محمد نور بمادة الفيزياء أورطة أوراتين فيزيك أوم بيرد درس كتابه رح نتابع بهالكتاب محلما توقفنا الدرس السابق بالصفحة 63 صلنا عند التمرين هاذ عبيقلي هون انه عندي كتلة خمسة كيلو نعطي الدفعة على هالسطح هذا السطح طبعا سطح احتكاكي فيه الكاتسا يسيق 0.5 عبيقلي نعطي الدفعة من هون صعدت لحتى توقفت ورجعت نزلت من محل ما اجت بده احسب له اذا كان تسارع صعودة A1 وتسارع نزولة A2 بده احسب له النسبة اذا حطيت التسارعين تقسيم بعضن طيب بهيك تمرين فورا بحلل القوة بتحليل القوة باكتشف وهي طالعة قوة الاحتكاك رح اتجرها للأسفل لانه دايما متل ما حكينا الاحتكاك بيشتغل شغل عكس الحركة طيب وقوة ثقلة كانت هي نزلة بشكل عامودي متل هون تمام فانا بحلله لمركبتين مركبة عالإكسات ومركبة عالوايات المركبة العالإكسات متل ما لكم شايفين هي بتعيق صعودة لفوق يعني تقلة بيسبب لها جذب لها تحت تمام؟ وكمان هون عكس ردة فعلة بتسويلي مركبات الجي واي طيب معناتها بهالنظام هاد النت قوات ايش تطلع معي؟ تطلع معي مجموع هدول التنتين ما في عندي غيرهم تمام؟ مجموع الجي اكس والإف اس طيب الإف اس زائد الجي اكس تساوي مين؟ تساوي الكتلة بالتسارع طبعا منين اجت الكتلة بالتسارع؟ متل ما تعلمنا النت قوات هم نقدر ناخدها من المخطط قسم منها قسم الآخر عنا يا قانون هو الكتلة بالتسارع طيب معناتها بحسب الجي، الجي اش تساوي الجي اكس؟ الجي اكس تساوي المي جي يعني هي الجي هاي مضروبه بمين؟ بسان العثم هدة سالم 37 هي تعتبر مقابلة يعني هي تعتبر من هون لهون هي مقابلة ال37 عندي اياها هون وعندي كمانة النائج تساوي تساوي الجي واي هذه الجي واي هي النائج تساوي بعضن فاش تساوي؟ تساوي ما بي جي يعنيprints قوة السقل مضروبة بمين بكوساين لأنه هاد العنصر يعتبر أو هاد الكنار يعتبر مجاور للزاوية 37 فهو بكوساين 37 طيب الاف اس ايش كانت تساوي كانت تساوي الكاي بيني معنى كاي بيني اني مثل ما انها هاي هي منشيلها من نزلها مثل ما هي منضربها فقط بكاي بحطهم كلياتهم جنب بعضهم عندي الاف اس بعوضة هون وعندي الجي اكس بعوضة هون بساوي انه يساوي مين يساوي المي بالا واحد طيب هاي المي من هون بتروح 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 اختصرتهم مع بعضهم مين باي عندي باي عندي هاد ايش يساوي يساوي الجي ازا طلعت عامل مشترك ببقى عندي مجموع هدول اتنين سوا يعني بس واحد منهم مضروب بكاي والجي بطالع عامل مشترك فبصير عندي مين بصير عندي بين قوسين الجي بمطالع عامل مشترك ساين السبعة وثلاثين زائت كاي بكوساين السبعة وثلاثين طيب هيك بها الطريقة طلعت مين طلعت الا واحد اللي طلبة مني هلده طالع الاتنين الاتنين وهي نازلة وهي نازلة معنات قوة الاحتكاك بعكس الحركة معنات قوة الاحتكاك ايش راح تصير راح تصير سالبة فبصير عندي جي ايكس ناقص تساوي مين الكتلة بمين بالتسارع وهو نازل التسارع وهو نازل سمالي اه اه اطنين فسميته هون اطنين طيب اطنين اش تساوي بنفس الطريقة تطلع معي الجي عامل مشترك ببقى عندي ساين السبعة وثلاثين ناقص كي مضروبة بمين بكوساين السبعة وثلاثين طبعا هذا القانون اخذنا اه بالدرس السابق بالصفحة واحد وستين هلا ما بقى على غير اني تعوض بحط واحد اه بحط اه واحد على اتنين عندي الا واحد هاد هون جي عشرة الساين السبعة وثلاثين اعطاني اياه بنص المسألة هو صفر فاصل ستة حطيت صفر فاصل ستة زائد الكي صفر فاصل خمسة الكوساين اعطاني اياه صفر فاصل ثمانة على كمان عشرة اه مضروبة بمين بساين السبعة وثلاثين ناقص الكي صفر فاصل خمسة مضروبة بصفة فاصل ثمانة بقى اسمن على بعضهم بيطلع معي الجواب خمسة هلا هون بها السؤال اعيل لي انه عندي كتلة اه اه تقلع خمسة كيلو جرام تركة من هون بدي تنزل لتحت بده يعني اوجد له نسبة تسارع على تسارع قال هاي النقطة من هون لهون ما عندي احتكاك هون عندي سطح أملس وخليني اعتبر انه هذا التسارع هو A1 ومن هون لهون عندي احتكاك وهالاحتكاك الكاتسة يستبعه 0.2 يعني بهالشقفة هاي عندي احتكاك هاي الشقفة هاي عندي يا أملس هالشقفة التسارع لألا سما لي يا A2 بهالشقفة هاي التسارع لألا سما لي يا A1 هلا باجي على الحل طيب لحنا مو اخدنا قانون اذا كان عندي بدي احسب التسارع وكان عندي سطح أملس كانت عندي ال A تساوي J بمين بساين الزاوية ساين الفا اخدنا طيب هون عندي الساين شادي يساوي ساين الثلاثة وخمسين ساين الثلاثة وخمسين عايطيني هي 0.8 0.8 فقط بضربه بعشرة او خلونا نطالع التسارع الثاني التسارع الثاني كمان يعطاني قانون اللي اذا عندك سطح ما لأملس يعني سطح فيه قوة احتكاك فالقانون بصير عندي A تنين خلينا هي نسميها A واحد لما نضيع A تنين كانت عندي تساوي G مضروبة بساين الزاوية ناقص من ناقص K بكوساين هالزاوية هاي طيب فقط ببقى عليه اطبق فبحط له ايهن اتنين اتنين فوق بعضون عندي هاد عشرة وهاي كمان عشرة وعندي هون الساين متل ما قال لي 0.8 فبحط 0.8 وعندي بتحت بفتح قوس عندي هون 0.8 ناقص مين ناقص عطاني القط سيسس 0.2 واحد 0.2 مضروبة بمين مضروبة بكوساين الكوساين عندي اياه 0.6 بضربون هدول ببعضون هلا عنكن هون اختصارات هاي تختصر مع هاي وبصير عندي 0.8 على 0.8 ناقص 0.12 هدول ضربون ببعضون 0.12 فبصير عندي الجواب بعد الاختصار 20 على 17 وهو المطلوب هلا بهالتمرين عاطيني 3 كتل مربوطات ببعضون بخيط تمام وإي هدول انتركوا هيك لا في لا قوة مؤسرة عليهم من هون ولا قوة مؤسرة عليهم من هون يعني يظلوا تحت تأثير وزنهم وكماني قال لي انه الاحتكاك تم اهماله يعني ما في عندي ولا بمحل احتكاك طيب 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 مني اول طلب سيستيما اتكي ادان نتكو بيكلو كاتش نيوتون قلور بدو النتكو لها السيستيما هات كلياتو طيب اذا بدو النتكو لها السيستيما هات كلياتو انا اول شغلة بعملة برسم القوى على كل عنصر من هالعناصر اللي عندي هذا العنصر عندي بتعرض لقوتين قوة سيقلو وقوة شد موجودة هون بهالحبل هاد طيب كمان هذا العنصر بتعرض لقوة شد من هالطرف وقوة شد من هالطرف وكمان متعرض لقوة سيقلو جي اتنين ومتعرض لمين لرد الفعل اللي الشي الهسق لهاد كمان هون عندي مركبة هم على الاكس وهم على الاي ليش لانه الوزن بينزل على الساوي متل ما اتفقنا الزاوية هون عندي سبعة وتليتين فبطالع الجي واي وبطالع الجي اكس طيب اذا بدي اطالع انا الجي واي متل ما يكن شايفين مكمله لمربع معناتها الجي اكس مين طيب معناتها بطالعون وحدة وحدة لايصير شغلي ارتب متل ما هو هون مطالعون اول شي مبلش من هون هاي كتلت اعطيني اياها واحد كيلو جرام بضرب بالجازبية بتطلع معي عشرة هاي التانية عطيني كتلت كمان تساوي اتنين جرام بضرب بعشرة بتطلع عشرين هلا هون عندي مركبتين عندي اول شي لق طالع الجيلة الى كتلت اربعة بضرب بعشرة بتطلع اربعين بعدين بطالع لها مركبت على ايكس وعلى الواي مركبت على ايكس متل ما انه بساين السبعة وتلاتين بضرب على هال اربعين فبتطلع معي اربعة وعشرين نيوتون وكمان مركبت على الواي متل ما كمان حكينا هي مجاور تعتبر فبضرب بمين بكوس السبعة وتلاتين اللي هو صفر فاصلة ثمين فبتطلع اثنين وتلاتين نيوتون طيب طلعت القوة هلأ هون عندي مثل ما انه قوة شد وانه قوة شد بس انا اذا بد اطال عنا قوات للسيستم كلياته فقالت لكم قبل بتمارين اخد القوة المؤسرة من هالطرف والقوة المؤسرة من هالطرف هذا النتك بوات لقله هاد عبشد من هالطرف بقوة 24 نيوتون وهاد عبشد لهالطرف بقوة 10 نيوتون معناتها هذا اللي رح ينتصر لانته هاد الاقوى فهذا السيستم رح يكون حركته لهالطرف هاد تمام الحركة الموجبة ازن لهالطرف هاد الحركة يعني هاد مع الحركة معناتها هاد اشارته موجبة هاد اشارته سالبة فبقول هاد ناقص هاد هو اللي بساوي لي النتك فبصير عندي 24 ناقص 10 تساوي 14 نيوتون هي النتك بوات لهالسيستم هاد بالطلب الثاني ايش قال لي بيكلوا متر على مربع طيب بده اطالع له مين هالمرة بده اطالع له التسارع لمن للنظام كلياته اهو ما طلب من شوي طلب النتكوات معناتها فقط بقول الكتلة مضروبة بالتسارع تساوي هالنتكوات طيب الكتلة الموجودة عندي بحسبها وهي النتكوات طلعتها من شوي مضروبة بقال اللي انا بدور عليها طيب بصير عندي 14 نزلتها متل ما هي اتنين بصير وستة وهي الكتلة كانت واحد بصير وسبعة فبصير عندي سبعة تقسيم 14 تساوي اتنين بيطلع معي التسارع اللي هو طلبه طيب بالطلب التالت ايش طلب مني طلب مني تا واحد وتا اتنين بقرلمة بيكلو نيوتون قلور بدو قوة الشد وين بال تا واحد و بال تا اتنين طيب ما زال انا طالعت التسارع وطالعت كل شي ببقى علي فقط التطبيق بشيل هاد متل ما هو هيك انا من هاد متل ما لكم لاحظين ده طالعة تا واحد ومن هاد بعد بشوي بدي ااخده طالعة تا اتنين طيب من ها النظام هاد النت قوة تلاقلو اش تساوي ما عندو غير هال قوة هاي سيحبتو من هون وهال قوة هاي جرتو لها الطرف هاد فبصير هدول التنتين ناقص بعدون من وجهة نظر وحدة من طرف تاني بقول الميت ثلاثة مضروبة بالتسارع لانه هاد ميت لقالو تبيت ثلاثة فميت ثلاثة مضروبة بالتسارع فبصير عندي جي السقل هاي الموجودة هون ناقص باربعة وهالطرف هاي اربعة وعشرين طلعت الجي اكس فبصير عندي مجهولة فقط التى واحد متل ما بتلاحظوا اخدت بعين الاعتبار حركة السيستم السيستم عبي تحرك لهالطرف معناتها هاي باغداء موجبة هاي باغداء سالبة هاي الشغلات بتمنى منكم تدقوا عليها بتختلف القيمة معكم بتخرب الدني طيب شوفوا هاي موجبة اخدت اربعة وعشرين هاي سالبة لانه هاي بتعيق الحركة الحركة صارت عندي لهالطرف معناتها هاي بتعيق معناتها هاي سالبة تساوي الكتلة زيتا معروفة والتسارع طالعن طيب تطلع معي هيك التى واحد تساوي 16 نيوتون بروح على السيستم الثاني السيستم بعضهم بساوي للنت كوات ليش واحدة لفوق واحدة لتحت السيستم كيف بدي تحرك بدي تحرك لفوق تمام معناتها هاي رح تطلع عندي موجبة وهاي رح تطلع عندي سالبة تمام بالمقابل يش يساوي يساوي الكتلة بالتسارع المشترك ما بين كل الكتل طيب بصير عندي هاي اخدت موجبة هاي اخدت تسالبة بقول تتنين ناقص عشرة تساوي كتلته هاد واحد التسارع اتنين فبصير عندي اتنين بواحد بنقل العشرة لهالطرف تصير ذائد عشرة وعندي هون اتنين فبصير اتنعش تتنين وهو المطلوب هلا هون يعاطيني تمريم متل اللي اخدته قبل بشوي اي اللي كمان ما فيو احتكاك مهم الاحتكاك في عندي كتلة 3 كيلو وكتلة 3 كيلو الكتلتين 3 كيلو 3 كيلو عندي احتكاك ما في مثل ما قللي من شوي وقللي سربست سيستم يعني متروك لوزنه طيب ايش طالب مني ببنقوري جسم لرن هركته سيراسندة ابتا ولوشان تي قريل ما كفات تنين بيوكلو كاتش نيوتون اللور يعني بده القوة اللي موجودة بوين بها الحبل هات قوة الشد طيب ببلج حل متل ما تعلمت اول شي بطالع النت قوات لكل السيستم مشان اطالع التسارع بعدين ببلج حل طيب الاسهل اني اتي اول شي احلل القوة هاي القوة عندي الجي تبعيتها نازلة بشكل عامودي هيك في عندي الى مركبتين مركبة على الواي ومركبة على الاكس طيب معناتها هاي تساوي الجي اكس وهاي تساوي الجي واي وهون كمان عندي مركبة هي قوة السقال وعندي هون لفوق قوة الشد وهون كمان عندي قوة شد معناتها من هالشكل هاد النت كفات للسيستم كلها شو تساوي جي اكس وعندي كمان هون الجي واحد الموجودة هون طيب الجي واحد برايكم اكبر اللي هاي هاي تلاتة كيلو جرام ورح تنضرب بساين بعد شوي رح تصغر طيب هاي بالعكس هاي اش وضعها هاي بدها تنضرب فقط بالجازبية رح تطلع عندي تلاتين معناتها النت كوات انا برايي هي تساوي F تساوي تلاتين هالطرف نائص من هاي القوة هاي هي الجي مضروبة بمين مضروبة بساين لانه هاي الزاوية هي بتصير عندي تلاتين سبعة وتلاتين طيب مضروبة بالساين معناتها الجيشة قيمتها هاي كتلت عندي 3 3 ب 10 30 معناتها هي 30 مضروبة بمين بالساين مين بساين 37 اللي هي 0.6 هاي 30 ضرب 0.6 بتطلع معنا 24 24 معناتها بصير عندي 30 ناقص 24 بتطلع النت كوات لهالسيستم هات تساوي 12 نيوتون طيب هلا بطالع من هاد التسارع التسارع ايش يساوي عندي ال 12 تساوي مجموع الكتل 3 و 3 6 مضروب بالا طيب معناتها من هالشكل الا ايش تساوي الا تساوي 2 طيب طالعت التسارع هلا اذا بدي عارف قوة الشد باخد الاسهل انا برايي هاي القطعة هي اسهل باخدها برسمها الى عندي قوتين قوة لفوق قوة لتحت طيب القوة لتحت بجهة الحركة معناتها موجبة معناتها 30 ناقص التيل انا عبدور عليها ايش تساوي تساوي النات قوات اللي هي الكتلة تبعيتها بالتسارع اللي انا طالعته من شوي باتنين طيب 3 باتنين ستة نقلوها لهالطرف بتصير 30 ناقص ستة بتصير 24 التيل من انقلوها لهالطرف بصير اشارتها موجبة فبصير عندي التيل تساوي 24 نيوتون وهو المطلوب لهون بنتهي درسنا لليوم شكرا لحسن اصغائكم نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله موسيقى